اشتركوا في القناة وفي الفترات الاخيرة على القلوات الفضائية شفنا اعلانات لجلب الحبيب والرد المطلقة وشفنا حاجات كتير غريبة برضو بيتكلم فيها الناس وكل كلمة يقولك ده مريض ده مسحور ده عنده ده عنده هنعرف النهاردة من الدكتور سيد عطية طبعا يسعدنا ان يكون ضيفي وضيفكم اليوم عالم الروحانيات الدكتور سيد عطية طبعا شفناه كتير في القلوات الفضائية واتكلمنا معه كتير وهو دراسات عليا في علم الروحانيات وسافر بلاك كتير عشان يعرف يدرس علم الروحانيات فهنعرف منه النهاردة حاجات كتير في البداية بنرحب بحضرتك في برنامجنا اهلا بك يا دكتور سيد عايزيتم يعرف من حضرتك يا دكتور سيد شفنا طبعا كتير في المجتمع وفي الكون اشياء غريبة كله بيتساءل عنها نعرف من حضرتك في البداية يعني ايه كلمة روحانيات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبيه ومي الطاهر الزكي الأمين صادق الأمين اه الروحانيات طبعا عند مفهوم كتير من الناس هم فاهمين المعنى خطأ لكن الروحانيات هي الانوار التي تشرك على قلب العبد المؤمن وهي الصفات التي تتغير في العبد المؤمن اثناء سيره الى الله عز وجل او طاعة الله عز وجل وهي الاحاسيس الذي يستشعرها الشخص اثناء سيره وخوضه في العبادات وهي الخاطر في باطن الانسان الذي يرشده الى طريق الصدق واليقين بصورة لا شك فيها وهي الاعمال الصالحة ما بين العبد وربه وهناك شيئا من التفاصيل عشان مفهوم الروحانيات عند الناس او اغلبية الناس ان الروحانيات هي عالم الجن والشياطين والعفاريت احنا لسه كنا هنتكلم مع حياتك ان في كتير مننا المعتقد ان كلمة روحانيات او شيخ روحاني ده ده حاجة بتتعامل مع الجن او حاجة خاطئة او ده شخص بيكون خاطئ انما الكلمة نفسها انت حياتك بتقول التقرب الى الله كل ما كان العبد متقرب بين الله سبحانه وتعالى بيكون فيه روحانيات عالية او بينه وبين الله سبحانه وتعالى بيكون فيه سلة قريبة اه بيخد ما بين الروحانيات او بمعنى صح مفيش شيء في الكون لشجر ولا جماد او او اي مخلوق اي الفرق بين الشيخ الروحاني والشيخ الروحي نسمع كثير ويقولك ده شيخ روحي وشيخ روحاني فيه فرق بين المعنين مزبوط اولا بوضح لحضرتك الفرق بين الاتنين ان ما فيش حاجة في الكون الا فيها روح ان الملو عز وجل ويقول وان شيع ان الا يصبح بحمده لكن لا تفكهون تزبيحة فطالما اي شيء في الكون بيسبح اذا نبقى فيه روح فكلمة روحانيات مشتكة من كلمة روح اما نجي نتكلم الفرق بين الروحانيات الامور الروحانية او الامور الروحية او المعالج الروحي او المعالج الروحاني كلمة روحانيات هي الباطن خارج جسد الانسان الخارج الباطن خارج جسد الانسان اللي في الكون من شياطين من عفرية من جن من اي حاجة غير مرئية ده بيخص مجال الروحانيات الأمور الروحية هي الباطن داخل جسد الإنسان إنه فيه ناس بيبع عندهم جلق بصري جلق سامعي أو علم التخاطر فيه ناس بتسمع وبتشوف وفيها قوة داخلية بتقدر عن طريق قوة دي لزالة بيعالج بالطاقة إليك بالطاقة كل ده أمور روحية أمور روحية وليست روحانية لا الروحانية ده كل ما هو موجود في الكون خارج جسد الإنسان طيب إزاي بقى نعرف إن الشخص اللي قدامنا ده إذا كان هو سليم أو إذا كان هو مريض مرض نفسي أو إذا كان هو مصحور أو إذا كان هو عنده عين أو حسد أولا أن نحط الإنسان الطبيعي اللي خالي من السحر أو المسة أو العين والحسد ده في جزء والإنسان المصحور أو الممسوس أو المنظور لأن أغلبية الأعراض في الثلاث أمور دي بتكون واحدة إحنا كبشر أي بشر في الدنيا على ظهر الكون عقله بيحرك خياله طالما الإنسان بيستوعب وعارف مين حوله وأولاده وفاهم الدنيا كويس وبينام كويس وما فيش أي حاجة غريبة بتحصل في حياته ده أنساد بعيد عن هذه الأمور الروحانية أو الروحية الإنسان الممسوس أو المصحور أو المنظور العكس بيكون عنده أن خياله بيحرك عقله خياله بيحرك عقله على أساس أنه هو بيتخيل أشياء غير موجودة غير موجودة وغير زائية في القرآن الكريم يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعة اللي أنا عايزة أفيد بالناس أن السحر ده في الحقيقة مروش حقيقة السحر نفسه مفهوش حقيقة مفيش حاجة فعلية لا بتأثر على الجسد ولا بتأثر على الشخص لكن كله بيلعب عن خياله خياله لا مش الوهمة خياله خياله نفسه بيتخيل أشياء مش موجودة يعني من ضمن الحالات اللي تعرضت علي كتير يعني أنا ليا أمور كتير مرستها في حياتي أحيانا بتلاقي الست شيفة جوزها بصورة مش كويسة يعني بيشبه لها أو العكس بتشوف بصورة كبيحة ده لو في سحر أو أو ده السحر زي بنلاقي بنت جميلة ومتعلمة وبنت ناس قوي وملهاش نصيف في الجواز عنها جميلة المشكلة أن اللي جاي يخطبها واللي جاي بتأكل منها بيشوفها بصورة بيشوفها بصورة بيشوفها بصورة بصورة غير الصورة الحقيقية بمعنى صح السحر وتبديل الصورة من الصورة الأخرى ده السحر الإنسان بيشوف حاجة غير حقيقتها هو ده السحر وبالنسبة للحسد والعين الحسد والعين الحسد ده من بتبقى سهام خارجة من الحسد للمحسود ده بالنسبة للحسد وبيختلف درجات الحسد من شخص آخر آه مظبوط العين أقوى العين العين أقوى إنه والعياذ بالله آآ رسوله على السلام قال إن العين حق ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين وفي أمثلة قديمة بتسمعها يقولك العين بتدخل صاحبها الأبر وتدخل الجمل القدر فالعين أقوى من حسد وأقوى من السحر بمراحل لأن العين بتسيب الجسد بتسيب جسد الإنسان يعني نظرة الإنسان للإنسان هي اللي بتسيبه ولا بيكون فيه شيطان بيكون هو مسلط من النظرة دي أو بيطلع لا النظرة أنا عايز تفسير ليها النظرة بتبقى عبارة عن سهام بتخرج من الشخص والسهام دي غير مرئية سهام غير مرئية حضرتك المغناطيس اللي بيجذب المسامير أنت بتشوف الطاقة اللي بتجذب المسامير طبعا ما بتشوفها المقربات اللي بتختارج الجسم غير مرئية أكيد أما بتيجي رمود تلفزيونه بتحول ما انت مش شايف الإشاعة اللي خارجة والزبزبات اللي خارجة فالعين زي كده يعني العين بتبقى عبارة عن زبزبات خارجة من عيون الحاسد للمحسود للمحسود فبتأثر عليه عشان كده بيقولك مثلا الشخص ده عينه وحشة مزبوط يعني بيكون فيه تأثير وفيه درغات للزبزبات دي من شخص الشخص بتختلف نظرة حسد نظرة حسد أيوه القرين بقى هل القرين ممكن يسبب مشاكل للشخص نفسه يكون أعراضه نفسه أعراض السح وأعراض المس وأعراض الحسد لا والقرين بيلعب دور واللي بيتحكم بقى في الموضوع نفسه والضرر الشخص نفسه لأن الخير والشر موجودين داخل الإنسان طب عامل الكريم بيعمل إيه كل إنسان في الدنيا طب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ونكمل معنا دور القرين نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مشاهدين العزاء ورجعنا لكم بعد الفاصل ويسعدنا إن إحنا منكمل حديثنا مع عالم الروحانيات الدكتور سيد عطية الدكتور سيد إحنا كنا بنتكلم على القرين ممكن إنه هو يتسبب في أزع الشخص نفسه أو يكون فيه إعراضه مثل السحر والحسد والمس فعايزين نعرف من حياتك القرين ممكن يسبب إيه للشخص ومشاكل الممكن يسببها للشخص نفسه هو القرين ما لش سيطرة على الإنسان سوى الوسوسة فقط لكن هنوضح الأمور إن المولى عز وجل الخير والشر موجودين في الدنيا وموجودين في الإنسان نفسه فكل إنسان ليه تنين أمون الكورونا القرين الشيطاني وده تابع إبليس معنا مداخلة تليفونية ناخد مداخلة تليفونية ونرجع نكمل موضوعنا ألو ألو سلام عليكم أرجو بالسلام ورحمة الله وبركاته ألو زي حضرتك أفن الحمد لله تمام والله أنا كان معا مشكلة كده فكنت عايز أخذ رأي الدكتور سيد فيها بعد إذنك تفضل أفن أنا كنت من فترة كده عملت حادثة وبعد كده ابتريتها تابع بعد إذنك فأعراض بيجيني يعني 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 قطر الأعراض اللي أنا بشتك بها مع بعضها في الطب ما بتركبش مع بعضها أعراض إيه اللي بتيجي لحياتك يعني الدوقة ضربات القلب الزيادة الضغط العالي يعني أغوطة الوحده همدان على طول همدان نايم في البيت ده بعد الحادث اللي حضرتك عملتها على طول شعاعتي وتحليلي كلها سليمة تمام دكاترة فيه اتنين دكاترة أجمعهم حالتي سليمة بس ده ممكن يكون شغل السحر أو حاجة زي كده طيب هنسمع برضو الدكتور سالعطي هيجاوبك على الحالة إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يكتملك الشفاء بإذن الله من عنده إيه إحنا سمعنا طبعا يا دكتور زي ما حيطك شوفت كده بيقول إنه عمل حدثة وبعد يحصل لأعراض اللي حيطك سمعتها طبعا أنا نصحتي ليه هو والأي شخص يشتكي من أي أعراض في جسمه الطب طبعا ده في المرحلة الأولى لازم يعمل إشاعات وتحليل إذا كانت النتائج في الإشاعات والتحليل بتدل إن هذا الشخص ما بيعانيش من أي سبب من الأعراض اللي بتجيله فده 99% من خبرتي في هذه الأمور نتيجة الخضة اللي تخضها من الحادثة الخضة عملت له مشكلة في جسدهم فتمس فالأعراض دي نتيجة تمس في جسمه يعني ممكن الإنسان يحصل عنده شيء من الخف أو الخضة أو السعادة أو سعادة بيكون لهم تأثير إنه هو يتمس أو إنه يكون لهم تأثير عن الشخص نفسه إنما ما بيكونش سحر لا 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 من السحر طيب إحنا برضو عايزين نعرف من حياتك برضو شفنا كتير يقول لك المدينة دي ولعت شفنا كتير يقول لك المدينة دي طفها الشيخ الفلاني عايزين نعرف إيه أسباب ولعت المدن وإيه أسباب اللي إحنا بنسمعه ده هل هو حقيقة هل هو الجن ليه علاقة بالموضوع اللي هو ممكن يولع مدينة عايزين نعرف من حياتك تفسير الظاهرة دي أولا الجن يخيل حقيقة لكن لا يغير حقيقة وأي نار في الدنيا عشان تعمل نار لازم يبقى فيه ثلاث عناصر الاكسوجين ومادة حرارية ومادة قبل الاشتعال لكن أنا حسابها دلوقتي إن السحر بنقول إنه يخيل حقيقة ولا يغير حقيقة ولا يغير حقيقة يعني أما بيكون فيه حرائق وبعد الحرائق دي ما بيطفوها فيه أثار فده من فعل البشر يعني لو فيه حريقة وبعد ما اتطفت الحريقة فيه أثار للحريقة نفسها من فعل البشر ده من فعل البشر إنما فيه أثار ممكن ممكن حاجة بيعملها الجن فعلا إنك ممكن تلاقي مثلا حاجة ولعت مولعة لكن بعد ما بيمسي الجن بترجع بترجع لطبعتها والحقيقة اللي هي الأولانية إنه في البداية ما تغيرت إنه ما فيش تأثير اتأثر بيه المكان او فيه مكان حريقة او فيه مكان الموضوع دهو ليس له من صحة بير حقيقي هارفنا كتير برضو بيقولك ان البيت بيحصل فيه حاجات غريبة بيحصل فيه اصوات بيحصل فيه ازاي نعرف ان البيت ده مسكون او ازاي نعرف ازا كان البيت ده فيه جن او فيه حاجة غير طبيعية او يكون سليم لا لو حاجة طبيعية لو حاجة بتتكسر بالفعل مثلا يعني حد في بيته وحاجة تكسرت ده مش فعل جن ولا عفريط ولا سكان في المكان انتفقنا ان الحاجة بتحصل بس ما بيكون نهاش مصدر ممكن تسمح صوت حاجة بتتكسر انما ما فيش حاجة موجودة انما بتخصش بتلاقي الوضع كما هو يعني ازاي حصن نفسي ازا كان البيت في حاجة وازاي حصن البيت نفسه من اي جنة او من اي شطان او من اي سحر او من اي شيء يرعب اهل البيت او يكون فيه ضرر للبيت اولا ما فيش اي تحصين في الدنيا ولا ورق يديه لك شيخ ولا تعمل شيء معين يمنع السحر الكلام ده هو مش مزبوط لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدها ابدا كتاب الله وصنة الانسان يكون ماشي على الكتاب والسنة وماشي على القيام والاخلاق الدينية وماشي بوما يرد الله مش ممكن اي جنة او اي شطان يستطيع ان يقرب منزله برضو شفنا في الفترات الاخيرة وانتشر بصورة غير عادية في القنوات الفضائية اللي احنا بنشوف بيكتب الشيخ مش عارف مين الشيخ مين برد المطلقة رد الحبيب مش عارف ايه واحنا عايزين نعرف برضو الظاهرة اللي احنا بنشوفها دي طبعا احنا شايفين ان فيه امور كده غير عادية وامور غريبة المجتمع بيشوفها وللأسف فيه كتير مننا بيجري لهؤلاء الناس وبيكون فريسة في نفس الوقت للنصب والاحتيال من هؤلاء الناس دي حاجزين نعرف برضو من حضرتك ايه تفسير هايزين الظاهرة وهل فيه فعلا حد يقدر يرد المطلقة او يرجع الحبيب في كلام زي ما بيقول ده سحر ولا ده وضع طبيعي ولا ايه بالظبط تفسير هايزين الظاهرة تفسير هايزين الظاهرة بالنسبة لي انا دول مجموعة من المرتزقة اللي بينصبوا على الناس زوء عقلية مش متقدمة او بمعنى صح مجموعة دجالين ونصبين لسببين السبب الاول ان المولى عز وجل في كتابه الكريم انك لن تهدي من احبابته ولكن الله يهدي من يشاء ولو انفقت ما في الارض جميعا ما قالفت بين قلوبهم ولكن الله قالفه بينهم الحب ده اه بطاع المولى عز وجل فقط ما فيش حد يقدر يحبف في حد مش ممكن لان السحر مبني على تفرقة لكن في بعض الامور بتحصل اه يعني حصلت معينا شخصيا في تجاربي في بعض الامور اللي انا سعدتي بها الناس يعني ان بيجي لي اسرة مثلا الزوج معمول له سحر تفرقة او الزوجة معمول لها سحر تفرقة فانا طبعا احنا قلنا ان السحر بيخيل حقيقة ايه شايفة بصورة مش كويسة او في انفصال في العلاقة الجنسية او في كره لما بيجي البيت او هو عرضا ان معمول له سحر ففي المرحلة دي لما بيتفك السحر نفسهم بترجع لعلاقة كما ايه كما كان يبقى انا ما عملتش حب انت فهمني حكي لما يعني ايه جلب الحواموات وجلب مش عارف ايه في ربع ساعة ده كلام فاضي ودول مجموعة نصابين وانا بحذر الناس منهم يعني احنا عايزين التوعية بقى للناس اللي بتجري ورا هزيه الاشياء نقول لهم ايه عشان ما يكونوش فريسة اللي بيجري ورا هزيه الاشياء لازم يعرف طبعا ان الحب ده الانسان بيصنعه من التعامل مع الاخرين الواحد بيعمل زوجته بما يرضي الله اكيد هتحبه اول عكس صحيح ستة اللي بتتقي ربنا في جزء اه فربنا بيبارك في الحياة دي محدش يسعى عند اي حد ان هو يرجح حبيب او هو يخلي حماته ترضى عليه او زوجته ترضى عليه الكلام ده هو غير حقيقي الان كان فيه فعلا اسباب كره بدون اسباب طبعية يعني يعني يكون فيه فعلا مساكل عائلية وفيه سحر لما بتشال السحر الوضع بيرجع بيرجع كما كان الوضع الطبيعي اه لان نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل وارجعنا لكم عزيزي المشاهدين بعد الفاصل ولسه مكملين مع الدكتور سيد عطية علم الروحانيات واحنا كنا بنتكلم مع بعض لسه عن بقية السؤال والرد المطلقة والحبيب وكنا بنكمل فيه وطلعنا فاصل حياتك ياريت توضح لنا الامور زي ما كانت حياتك لسه بيتوضحها عشان فيه اسئلة كتير النهاردة بتساءل فيها السادة المشاهدين واحنا كلنا بنتساءل فيها وعايزين حرارتك النهاردة تجاوبنا عليها وتعرفنا عليها يكامل سؤالنا يا فني احتمر اكونولا حضرتك ان موضوع جلب الحبيب او الجلب بصفة عامة مفيش جلب او في حاجة اسمه حب ان حد يقدر يعملها لكن فيه ناس بتعمل حاجة اسمه صلب اراضة صلب اراضة دي ان هم بيبتدوا يعملوا سحر لحد معين وبيكون منصاك الى وحدة معينة بس ده ما بيدومش ما بيدومش او تمام السحر ما بيدومش استحالة يعني يعني كعشان تعمل حب كحب والحب دا يدوم مش هتقدر تعمله الا بشخصك انت وبتعاملك مع الناس طيب معانا مناخلة تليفونية ناخدها ونرجع تاني اهلو سيد احمد اهلو ايوه اتفضل يا سيد احمد ايوه انا كنت دلوقتي عندي يعني كان موقف حصل قبل كده تمام اه ان انا عندي في البيت يعني زي ما يكون هبدت حلة دي حنة داخل الحمام وطلقنا انا والدي واخواتي دخلنا الحمام مفيش اي حاجة خالص انا كنت عايز اسأل بقا يعني انت اسمعتي كي صوت ビ each 소리 داخل الحمام ودخلت ملاقيتش اي حاجة خالص موجودة ايوه ايوه مش انا الواحد اللي اسمعتها انا والدي كان نايم وان برضو مصدود واخواتي ما كانش بغير انا واختي بس اللي كنا صحيين والباقي كان نايم وكلنا امنا كله جريعا الحمام هنسمع الدكتور سيد هيفصر برضو الظاهرة دي وهنرجع لحياتك تاني تالما زي ما قلت لحضرتك فيه صوت سمعه لكن مفيش اثار ومفيش حاجة ايه مفيش اثار ومفيش حاجة ده 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 صغل سيطاني يعني لاما فيه حاجة في البيت لاما فيه حد في البيت ممسوس او نوع منتصلية السحر يعني هيكون حاجة من التلاتة دي انا بحددها طبعا لما انا طيب وحياتك بتنصح اهل البيت اللي امنا هيعملوها عشان يشوفوا الظاهرة دي انصحوا قراءة اية الكرسي على مياه وملح يرس بها ارقان البيت ده نصيحتي دي طيب دكتور سيد قالك رأيت اية الكرسي على مياه وملح ورش بها جميع ارقان البيت وان شاء الله مش هتلاقي حاجة تاني باسم الله ونرجع بقى لموضوعنا الاساسي هل القرين ممكن يسبب للانسان اذا او يسلط على الانسان او يخلي الانسان اعراضه وتحس نفسه اعراض السحر والمس والعين وازاي نعرفه لا ووضع القرين القرين عمتا ما امتلكش الانسان بر ولا نفح لذلك في بعض المشايخ حد بيروح ليقول وصل القرين بتاعك تعبك والقرين بتاعك تعبك الكلام ده هو كلام من الصحيح الخير والشر موجودين داخل الانسان وكل انسان منه عمعات نيم من القرى نعم قرين من الشياطين ده الخاص بابليس والعزو بالله وقرين من الملائكة خاص بالمولى عز وجل وده الخاطر داخل الانسان زي ما حضرتك بيجي من دخلك كده احساس انك تعمل عمل خير وبتعمل عمل خير ده القرين الملائكة اللي بيدلك على طريق الخير ولما بتسعى انك تعمل حاجة حرام ايا كانت نوعية هذا الحاجة دي الحرام ده بدافع من القرين الشيطاني الانسان عمتا مولود على الفطرة فالانسان كل ما بيمشي في امور خير ويقرب من المولى عز وجل بكسرة الاستغفار وبكسرة الصلاة والتقرب للمولى عز وجل كل ما بيكوي القرين الملائكة وبيدعف القرين هو الشيطاني كل ما خاط وبعد من المولى عز وجل في العكس ومشي في المعاصي بيكوي الشيطان القرين الشيطاني القرين الشيطاني هنا بقى عمل الشخص سحر بيكون شقرات جسم الإنسان مقفولة وأجسامه يعني إيه شقرات برضو عشان السنوات مش عالين ومعارفين وأجسامه بتستقبل الضرر الشقرات إن كل إنسان في الدنيا له سبع أجسام سبع أجسام كل جسم العادي اللي هو الجسم المادي الجسم الجسم المادي والجسم الأسيري والجسم النجمي معانا مناخلة تليفونية نسمحها والأستاذ محسن من الشرقية أهل السلام عليكم أهل السلام عليكم أنا حصل معايا موقف من كم يوم كده بيتنا ولع بدون أي أسباب تمام وبعد ما اتطفت الحريقة فيه أصلي الحريقة وبعد ما اتطفت بعتها بساعتين بساعتين بالضبط والحريقة قامت لوحدها برضو بدون أي أسباب بعد ما بتنتهي الحريق بيبقى فيه أصلي الحريق آه بيبقى فيها شهر آه بيبقى فيه أصليها يعني آه طيب برضو الدكتور سيد هيرد عليكم بأنه هو جاوب على السؤال ده بس هيجاوب حياتك تاني عليه برضو إطفاء ده فاني زي ما حياتك سمقت كده إنه بيتهم ولعوا وبعدها بساعتين بعد ما تطفواه في أصلي الحريقة ولع تاني لأ بقيت كل البعد عن عن حاجة تدخل فيها سيطاني أو عفريت ده لإما حاجات أسياء من عوامل الطبيعة موجودة في البيت لأنه في أحيانا بيفي بعض المواد لما بيمر عليها وقت معين أو سنين محددة بيكون فيها اشتعال ومتولع إنما العفريت والجن عمتا والسيطين ما بيعملوش الكلام ده طيب إحنا عايزين نعرف برضو المندل ومعرفة المسروق ده مش علم غب ده ناس كتير بتقول أنا بعالك بالمندل وأعرف مين اللي سارق حاكتك وأعرف لأجيب لك حاكتك المسروقة وبتتكلم في أمور غيبية ويقول لك مش عارف برضو التنويم المغناطيسي وأشياء كتير برضو غريبة وظاهرة كتير موجودة في المجتمع بتاعنا فعايز برضو حاكتك برضو يريد توضح لنا الأمور دي كلها لا يا الظاهرة دي من خبرتي أنا وفي أعزي الأمور هي ظاهرة حقيقية لكن لازم نفسر الأول نفسر ما بين الغيب النسبي والغيب المطلق الغيب النسبي ده لأي أحد من البشر يعرف معلومة ده اسمه غيب نسبي يعني على سبيل المثال حضرتك اسمك تامر كم شخص يعرف ان انت اسمك تامر ده غيب نسبي فممكن تروح لأحد المشايخ أو اللي بتعامل مع جن أو اللي عنده فتوحات ربانية يقولك انت اسمك تامر لأن الاسم بفعل حقيق تمام والغيب المطلق دي المعلومة اللي لا يعلمها إلا المولى عز وجل والغيب طبعا مذكور في القرآن يعني في غيب نسبي وغيب كلي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيس ده يعلم الوافر الأرحام وما تدري نفسهم ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت ده غيب هو ده الغيب المطلق من عمد الله الغيب المطلق انما حد يقدر يعرف معلومة دي الانسان لو الانسان روحاني فعلا هم اتصل بالنعم الموجودة في الكون ممكن يعرف معلومات غيبة عن الناس كتير يعني أنا فيه احيانا الناس بيتكلمني من برة وهم بيكلموني بوكون أنا عارف المشكلة واحيانا بقول لهم الموضوع زي حالتك بتتواصل وهم عن بعد عن حضرتك في الأمور اللي زي دي لا عن بعد دي طبعا مش غريبا انت دلوقتي ممكن عن طريق الواتساب تبعت رسالة في أمريكا في ثانية ممكن تتكلم حد في التليفون في ثانية أكيد الجن والشياطين أو العفريت ده عبر عن زبزبات معينة انت فاهمني؟ تمام أنا فاهم بس أنا عايز السيد المشاهدين يفهمونا برضو ونوضح لهم أكتر نوضح لهم إن فيه ناس عندهم جلق بصري وعندهم جلق سامعي وبيقدر زي ما قلت لحضرتك الروحانيات هي الأحاسيس التي تأتي للشخص في أمور غيبة عن ناس كتير يستشعرها يعني أنا حينا بشوف حد كده بقدر من غير ما اسأله عن أي حاجة بقدر أحس بإن كان مضرور إن كان مصحور إن كان ممسوس برضو إزاي برضو؟ برضو عم تريه الخبرة حضرتك ولا حل حضرتك بيبقى فيه قدرات خاصة؟ لا فيه قدرات تانية الإنسان كل ما بيقرب لعالم الروحانيات أو بيقرى قرآن كتير أو بيبقى ليه خلوات كتير بيقولوا فتوحات ربانية فتوحات ربانية يعني يعني يستشعر بالحاجة مش قبل حدوسها يعني ممكن يكلمك عن ماضيك بالكامل من يومة ولدت حتى الآن ممكن أحياناً بيساعد فعلك حالات كتير ليه؟ والموضوع إزاي يعني؟ سبحان الله المولى عز وجل جعل في الآيات القرآن الكريم لغة بتفهمها خلايا الجسد يعني نتكلم عن الإعلام نبدأ الفاصل ونرجع عليكم بعد الفاصل ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين مع الدكتور سيد عطية وإحنا النهاردة دكتور استفدنا من حرارتك كتير وعرفنا من حرارتك أشياء كتير كانت غيبة عننا وبتمنى السادة المشاهدين يكونوا استفادوا مننا النهاردة وعايزين يعرف من حرارتك بقى أنواع السحر لا يا أنواع السحر عشان حد يقدر يحصر لك كل الأنواع صعب كانوا أنواع كتير جدا لكن نتكلم مثلا عن أصعبها مثلا السحر أساسا مبني نقولت لحضرتك مبني على التفرقة على التفرقة تمام فقط لغير طبعا أي نوع من أنواع السحر أنا هتكلم عنه لكن بيكون حاجة في خيال المسخور فقط سحر اسمي أنا أني بيقولك سحر مرشوش سحر اسود كله بيقدي للغرض نفسه أخطر أنواع السحر يا طيب يا دكتور أخطر أنواع السحر هو السحر اللي بيسموه السحر الأسود أو البلاك ماشيك وده من وجهة نظري أخطر لسبب واضح جدا المول عز وجل جميع أجهزة جسد الإنسان جميع الأجهزة الخاصة بجسدك في منها من يعمل طيلة حياتك زي القلب مثلا ساعة ما بتتولد لغاية الإنسان ما بتوفى شغال الجهاز الهضمي بيشتغل في وقته معينة ما بيكون فيه أكل والجهاز بيشتغل الجهاز العصبي المفروض عند أي إنسان طبيعي بيكون شغال طول ما انت في وعيك وأثناء النوم الجهاز العصبي بيرتاح النوع الخطير من السحر ده بيلعب على الجهاز العصبي فهو أنت نايم الجهاز العصبي بتاعك شغال فهنا بيكون فيه حالة تعب وحالة أرق وممكن توصل المسحور نفسه لمرحلة الجنون يعني شبه ما بينامش سحر الأسود أو البلاك بيجيب ممكن يوصل المريض نفسه وبيلعب على تفكير أعراضه إيه بقى دكتور 24 ساعة أنت في حالة توهن ومن أخطر أنواع من أخطر أعراضه للإنسان بيشك في أقرب الناس ليه ممكن يشكه في زكته ممكن يشكه في أولاده وبيتخيل أشياء غير حقيقية بالمرة يعني شبه جنون ده السحر شبه جنون السحر الأسود يعني ده من أصعب أنواع الأسحار اللي أنا قابلتني في حياتي يعني يعني إحنا ممكن برضو أعرف سترق مشاهدين الأعراض بتاعته إيه اللي هو برضو يعني يحس بالأعراض هو ممكن يقول حياتك قلت عدم النوم عدم الراحة يشك فقرة بالناس ليه في زكته في أولاده آه فيه منهم بيبقى حاجتين مختلفين يعني أحيان الإنسان بيتعب لما بيخش بيته وبره مرتاح أو العكس هل بيحس بمرض عضوي في جسمه وبردو يا دوك لا جميع الأعراض آه على حسب السحر نفسه آه أوضحها لحضرتك ب بأسلوب يعني أتمنى أن أنا أقدر أسرحه للمشاهدين كويس يعني آه حدوث المرض في جسد الإنسان إزاي بيحدث المرض آه الإنسان عبارة عن مجموعة أجهزة تمام كل جهاز بيتكون من مجموعة من الخلايا تمام ومن ملايين الخلايا كل خلية إن ما اشتغلتش بالوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا ليها بيحدث المرض لما بيحصل خلل فأي خلية من خلايا الجسد بيحصل بيحصل مرض تمام السحر عمتا بيعمل إيه؟ السحر بيأثر على خيال الشخص تمام فبيحصل عزم الاتسان في الأجسام السبعة اللي ما كملتهمش لحضرتك لأجسام السبعة مع السكرات السبعة فبيحصل المرض ما بنحددش مرض معين لكن احنا بنقول على حسب نوع السحر المعمول بيتم المرض يعني فيه سحر فيه سحر مرض بس نعرف منين إن المرض دهو نتيجة سحر مش مرض طبيعي إن أي مرض في الدنيا بيكون موجود المرض وأعراض المرض لكن مرض السحر بيكون الأعراض موجودة لكن المرض مش موجود يعني ما بيعمل إشعات وتحليل كلها بتطلع سليمة إنه ما عندوش ما عندوش أي أمراض عضوية بيشتكي بقلبه لكن بيروح يلاقي الشرايين كويسة والقلب كويس وما فيش والتحليل كويسة والإشعات كويسة ما فيش عنده أي مشاكل ده ممكن يكون سحر أي حاجة زي ما قلت لحضرتك في البداية إن الإنسان بيلجأ للطب مش هقول فصل الطب الطب لم يفسر الحالة فيهنا بيكون لها علاج روحي أو علاج روحاني وفيما يقول للمرحوم الدكتور مصطفى محمود يقول إذا فشلت الماديات فعليك بالروحانيات وما أقصد روحانيات قبل ما نيني الحلقة عشان نفيدي الناس إن من لم يشفيه القرآن فلا شفاء له الشفاء خاص بالقرآن فقط والروحاني المتمكن هو اللي بيعالج بالقرآن الكريم دي حاجة نوضحها للناس وشيء مهم السحر ليس في قوة السحر مهما امتلك السحر مش في علم السحر ليس في قوة السحر السحر في ضعف إيمان المتلقي المسهور ضعف إيمانه كل ما بعد عن الدين والقيم والأخلاق الدينية كان عرضة للجن والشياطين لا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا هم بدرين به بأحد إلا بإذن الله ففي الأغرف الآخر الضرر العود فكل ما بعد الإنسان عن عبادة الرحمن سبحانه وتعالى وعن طاعة الله فكل ما كان عرضة أكتر للسحر ده حياتك اللي تقص الطول أنا وضحت إن السحر مش في قوة السحر في ضعف إيمان المتلقي المسهور والعلاج ليس في قوة المعالج في قوة إيمان في إيمان الشخص المسهور ده في سورة لأن تلات حاجات الناس من خبرتي لأن رأيي ده ممكن أكون على عدرتك لفت العنم كله ولفت بلاد كتير وشفت كتير إيه أخطر حالة أو أخطر حاجة شفتها في أمور السحر والمس استغربت لها أو كانت قوية أو كانت حاجة غريبة عليك وقدرت اللي أنت تفسرها وتعالجها دي كانت حالة من الكويت كان الأسرة بالكامل تقريبا كان ثلاث أيام في الشهر ما بيشوفوش ما بيشوفوش يعني وكان ده سببها سحر والموضوع ده أنا عملت خلوة أكتر من 21 يوم عشان أنهي ومن أغرب الحالات طبعا اللي أنا كنت حابب أعرفها للناس إن الشك بداية الدق والاعتقاد بداية الدواء واليقين بداية الشفاء وممكن يكون الشفاء بالكامل الحالة اللي بيجيني وعنده ثقة في المولى عز وجل إن أنا ممكن أكون سبب إن أساعده في علاجه دي بتشفى وأي إنسان ما اقتنحش بالعلاج أو بعيد عن المولى عز وجل ما اقتنحش بالإنه القرآن هيشفي ما بيشفاش لذلك لأن في آياتين في القرآن الكريم سبحان الله بتتكلم عن الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس اللي هو العسل اللي يخرج منه من النحل شفاء للناس يعني كل الناس مسلم مسيحي يهودي ملحد كافر كله بيستفاد من العسل مزبوط مزبوط ما بنتكلم عن القرآن الكريم ومنوزلوا من القرآن ما هو شفاءا ورحمةا للمؤمنين المؤمن بالمولى عز وجل وإن المولى عز وجل هو المسبب في الدق إحنا لو حبينا برضو وإن الشفاء فيه دمين لو حبينا برضو المولى عز وجل فقط نوعي لا غير نوعي الناس اللي هم بيجروا لأمور اللي هي السحر والصحرة وبيجروا على الصحرة فاعتقادهم إنه هو هيش فيه وفاعتقادهم إنه هو ده اللي هيطلع منه المرض وممكن ما يكونش مريض وهو نفسه بيوهم نفسه أو هو بيوهمه إنه هو مريض نقول لهم إيه أقول لهم إنهم هيلفوا ومش هيوصلوا لأي نتيجة الشافي هو المولى عز وجل الإنسان يقرب للمولى عز وجل ويطلب من الله الشفاء وعلى كده يدور على الأسباب زي ما قلت لحضرتك الطب ده في المرحلة الأولى كان الموضوع ما لهوش تفسير طبي بيلجأ لحد معروف مش لأي حد يروح له بس مجرد إعلان جا في التلفزيون الشيخ فلان المغربي والشيخ فلان مش عارف إيه وعين كانت جنسيته نروح لحد معروف ونلقي المعالج اللي بيعالجه طريقة الإعلاجة والأسليب تبعد عن القرآن الكريم يبعد لأن هنا ما بني على باطل فهو باطل مش هيستفدوا حاجة وهينضروا طب حضرتك قلت إن السحر حقيقة موجودة وإن السحر موجود فيه ناس كتير بتحاول أنها تأذي ناس أو بتحب أنها تأذي ناس عن طريق السحر وعن طريق الصحرة برضو عايزين نوجه برضو كلمة للناس اللي هي بتجرى على الأزى وبتجرى على الصحرة ونعرفهم عقبهم إيه عند الله عشان برضو بعارفين نتيجة عقبهم لا نتيجة عقبهم عند الله ده حد ديني يجاوب على السؤال ده أنا مش شيخ أظهر ولا شيخ ديني مش هو أظرفتي في الموضوع ده في الحرام والحلال بس بقول لهم اللي بيسعى دائماً في ضرر الناس ربنا بينتقم منه إن ربك لبالمرصاد والإنسان اللي بيفكر يأذي حد يفتكر المولى عز وجل إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك هل السحر دايم مع الإنسان ماذا حياته لحد ما يموت وبعد كده أو هو فترة معينة وبينتهي السحر لو الإنسان ده مصحور أو الشخص ده نفسه مصحور لا أي سحر بإنسان ما يكون مصحور لازم بيتجدد للسحر في وقته معين إذا ما تجددش بيبطل السحر إلا الأسحار اللي قلت لحضرتك عليها المرتبطة بالنجوم أو الأسحار السفلية أو الأسحار اللي هي السحر اللي سويت زي ما صرحته لحضرتك ده ما بيتجددش ده يعني ده مستمر مع الإنسان لحد ما لحد مش أقول لحد ما يموت لحد ما يكون المولى عز وجل ريت ريت بشفاءه إن يروح لحد فعلا نتزو خبرة في العلاجة جعل له حد سبب حد يقدر يفيده أو المولى عز وجل يصرف عنه ألا لو الخلق هو الأمر يعني الأمر هو الخلق اللي بتاع المولى عز وجل ونعمى بالله طيب إحنا النهاردة اتكلمنا مع حضرتك في أمور كتير بنستفاد بيها وبنستفاد فيها مع طبعا فئة معينة وكتير من الناس شغلها موضوع السحر والمس والحسد في الفترات الأخيرة برضو شفنا في القناة الفضائية علوم اللي هي عالم الأبراج هل علوم الأبراج برضو يعتبر علم من العلوم الغيبيات أو علوم الأبراج عايزين نعرف منها لأن كل واحد بيطلع بفتوى في الأبراج ونشوف كتير يقولك الدكتور علم الأبراج علم مش عارف إيه بيتكلم عن الأبراج والأمور اللي إحنا بنسمحها فعايزين نعرف علم الأبراج ده برضو هل هو علم أو هو تفسير وإيه بالزبط لا وعلم الأبراج ده علم لكن الطريقة اللي بييجي بها مش مبني على تاريخ ميلادك فقط يقولك أنت من مواليد كذا برج الحوت وبرج العزراء وبرج الحوت بيحصل كذا الكلام ده ومش سليم لسبب ممكن حضرتك تكون برج الحوت وحد تاني نفس البرج مش هتجتمعوا في نفس الصفة لكن علم الأبراج عمتا ده علم موجود لكن مبني على أشياء كتير غير تاريخ الميلاد أولا تاريخ الميلاد وغير تاريخ الميلاد في أشياء مهمة أي أرض بتزبغ على صاحبها لازم الشخص ده ساكن فين والأب إيه ووضعه الاجتماعي إيه بيختلف من شخص للشخص سبع حاجات وفيه أمور كتير ما بتنتبقش على الدكتور سيد بنفس برج دكتور محمد فإحنا النهاردة سعادة أبا حضرتك في برنامجنا وإحنا النهاردة بنقول السلام للمشاهدين الدكتور سيد للتواصل مع الأرقام موجودة على الشاشة وليه قناة على اليوتيوب عالم الروحانيات يا ريت اللي حاب بيعرف منها حاجة هو حاطت فيها كل حاجة بتفيد كل واحد مريض بسحر أو غيره ويعرف ده كتير في قناته على حاجات كتير إحنا مش عارفينها فيا ريت اللي حاب بيتواصل معي يتواصل معها من خلال أرقامه ويتواصل معاه من خلال القناة بتاعت اليوتيوب بتاعته عالم الروحانيات وإحنا النهاردة دكتور سيد بنشكرك على اللقاء الجميل ده وطبعا موضوعنا النهاردة مش محتاج حلقة واحدة ده محتاج العديد من الحلقات عشان نفسر فيه زواهر كتير بنتكلم فيها النهاردة احنا حابنا نتكلم عن بعض المفاهيم اللي الإنسان بيشوفها أو بيعرفها أو ان احنا بنسمع عنها عن السحر وعن الناس اللي بتروح لبعض الناس اللي هم بتحقق عليهم اللي هم بيسموا بالدجالين ومش عاوزين فاحنا النهاردة عرفنا مفاهيم كتير وهنتمنى للفترات اللي جاي ان احنا نشوف محيطك حلقات كتير فيها تفسير لزواهر كتير موجودة في الكون احنا ما نعرفهاش والكتير مننا بيتساءل في حاجات كتير فان شاء الله نكون متواصلين مع بعض في حلقاتنا القادمة مع السادة المشاهدين وبنشكرك المرضى في نهاية حلقاتنا لا تحت امر حضرتك وانا حابب ان اي حاجة بعد كده ان شاء الله انا مستعد اتكلم عنها بوضوح مستعد ان مساعدت اي حد ولو بان انا ادي له نصيحة في ازي الامور اشتركوا في نهاية حلقاتنا اللي بيحب مصر يخاف على مصر واللي قاف على القادمة